جربت لعبة Armored Core 6 الجديدة من نفس مطورين ألعاب السورس واللي هم From Software أول شيء لازم تعرف أن اللعبة نظامها مو بمثل ألعاب السورس يعني ما هي عالم مفتوح ولا هي RPG هي لعبة قتال الآليين وأسلوبها يشبه الألعاب القديمة تدخل تاخذ مرحلة وتنفذها بعد أن ترجع للصفحة الرئيسية علشان إما تاخذ مرحلة ثانية أو تطور وتخصص المركبة الآلية حقتك الكيم بلاي جدا ممتع وهو أهم شيء باللعبة ونظامها أكشن ببيلها تركيز عالي وقت القتال علشان اللعبة بتقدم لك مواجهات صعبة خصوصا ضد الزعماء لكن للأسر لاحظت أن صعوبة الزعماء أعلى بكثير من الأعداء العاديين يعني ممكن تعلق كثير عند زعيم بسبب عدم توازن الصعوبة لكن بصراحة الجيم بلاي متقن ورهيب وعطاني جرعة حماس كبيرة ومتعة مستمرة وطبعا القتال مبني على أنك تطلق من بعيد وتدفادى وتضرب من قريب إذا سمحت لك الفرصة وفي عدات تحمل إذا خلص بتلاقي الآلي حقك وقف لمدة ثانية يعني باختصار السلوب ما يناسب الكل فقط إذا أنت تحب ألعاب الآلات ممكن تجربها أما إذا أنت بمحبين ألعاب السورز لا تتوقع تجربة مشابهة للعبة إلدر رينج أو بلاد بون أو ساكيرو مثلا بالنسبة للقصة هي أقل شيء هتميت فيه خصوصا مع طريقة السرد العادية واللي ما فيها مشاهد سينمائية أبدا يعني تحس كأنهم حاطين القصة مشي حالك أما اللعبة من ناحية الأداء التقني كانت ممتازة على البلاي سيشن 5 والغرافيكس ممتاز واللعبة مليانة مناظر متنوعة ورهيبة